تاجير موقع استراتيجي في ميناء بيري علي لشركة مقاولات والتلاعب بأسعار الوقود في محافظة شبوة أعاد للواجهة الجدل حول نفوذ لبيات الفساد داخل الشرعية حيث كشفت وثائق حصلت عليها قناة بلقيس عن عبث في الإرادات المالية والسمرار رفع أسعار المشقات النفطية بدون مسوغ قانوني وتؤكد الوثائق قيام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بإبرام اتفاق مع شركة مقاولات خاصة يفضل اتفاق الموقع بين السلطة المحلية وشركة باخرخور لمقاولات إلى تشغيل موقع المحدجة الكائن في بيري علي وسخدامه كمرسا ومنفذ بحري كما يقضي الاتفاق بمنح الشركة الأحقية القانونية بتشغيل الموقع مقابل مبالغ مالية محددة بحسب الوثائق المسربة فإن الاتفاق الذي وقعه اللواء علي الحارثي أثناء عمله في منصب وكيل محافظة شبوة منح شركة المقاولات أحقية تفريغ المشتقات النفطية لمدة سبع سنوات تبرر السلطة المحلية بشبوة صفقتها بالظروف الأمنية والأوضاع الاقتصادية التي تبر بها المحافظة وغياب الدولة في الوقت الراهن بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الموقع لتفعيل حركة المشتقات النفطية لكن ناشطين معارضين ينظرون إلى تأجير موقع بير علي بعين الريبة ويرون أنه جزء من سلسلة فساد تقوم بها شخصيات نافذة داخل الشرعية لصالح مآرب آنية ومطامع خارجية ترجمة نانسي قنقر